بينما تنتشر صور قرداحي في مناطق استيلاء ميليشيا الحوثي في اليمن احتفاء بوزير الإعلام اللبناني المنتشي بتصريحاته المساندة للميليشيا ومن هم على شاكلتها من أذنى بإيران في الوطن العربي وعلى رأسهم نظام أسد وميليشيا حزب الله يعيش لبنان أسوأ فترة في تاريخه على كافة الأصعدة بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشكل خاص ودول الخليج العربي بشكل عام تطلب من الوزير إرديح الاستيقالي بشكل مباشر دولة الرئيس تطلبتها واضحة الإجراءات المتخذات من المملكة العربية السعودية يبدو أنها لن تقف عند حد معين ضد لبنان عقب تصريحات جورج قرداحي وتعنته بدعم من ميليشيا حزب الله وبعض القوى والشخصيات السياسية المحسوبة على الميليشيا ورضه التنازل والاستقالة تفضيلا لمصلحة بلاده على مصالحه ومصالح أتباع إيران إجراءات آخرها دعوة لوقف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان أكرر بدعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية الدعوة التي أطلقها رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان ستؤدي في حال تنفيذها إلى شلل اقتصادي تام للبنان الذي يعاني بالأساس من عجز اقتصادي ونقص حاد في المحروقات وأوضاع معيشية غاية في السوء خاصة أن وسائل إعلام لبنانية أكدت أن البلاد مهددة بالانقطاع الكامل للإنترنت في غضون أقل من عشرة أيام بسبب أزمة الوقود وهو ما سيعني عزل لبنان عن العالم إن لم توزع المنشآت النفطية المازوت لشركات أوجيرو وألفا وتاتش لبنان ما في خلص لبنان ازداد إذن لا ينفك لبنان عن الخروج من أزمة ليدخل في أخرى أكبر وأشد منها بفعل حكومة مرهونة لإيران وتصريحات غير مسؤولة من المسؤولين فيها دون أي اكتراث لمعاناة اللبنانيين أو حتى التنازل عن تلك التصريحات التي تجلب الويلات لبلادهم عامل 2005 عامل 2005